نحن نتكلم عن اجتماعات رئيس لتشغيل الشباب ومناقشة معدلات البطالة والفقر الجهاز المركزي للتعبية العامة والإحصاء أعلن النهاردة أن معدل البطالة تراجع إلى 11.9% في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بـ 12.6% في العام الماضي الجهاز قال أن عدد العاطلين عن العمل في مصر بلغ 3.513.000 عاطل بانخفاض حوالي 127.000 عن الربع المقابل من العام الماضي لكن بزيادة 17.000 عاطل عن الربع الثاني من هذا العام الجهاز قال أيضا أن حجم قوة العمل بلغ 29.472.000 موظف بزيادة 652.000 موظف عن الربع المقابل من 2017